موسيقى يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا الجمعة ثالثة مبارياته ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين في مواجهة المنتخب الكويتي ويدخل المنتخب المباراة بروح معنوية عالية بعد أن حقق انتصارين متتاليين ليتصدر المجموعة الثانية بست نقاط يسعى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواصلة انطلاقته الناجحة في بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين والتي تحتضن منافساتها مدينة البصر العراقية عندما يواجه منتخب الكويت على استاد البصر الدولي المعروف بجذع النخلة في ثالث جولات المجموعة الثانية من البطولة منتخبنا الوطني الذي نجح بتسجيل انتصارين متتاليين في مستهل مشواره بكأس الخليج لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة طوى صفحة الأفراح جانبا واستعد بكل جدية للقاء الثالث أمام الأزرق الكويتي الذي يسعى من خلاله لتأكيد عبوره رسميا للدور نصف النهائي متصدرا لمجموعته بمشاركة جميع اللعبين الذين تنوع تدريباتهم بين الحصص الاستشفائية والتكتيكية بقيادة المدرب الفني البرتغالي هيديو سوزا بالتأكيد نسعى للوصول لبعض نقطة بالبطولة ولكننا نتعامل معها خطوة بخطوة حاليا كل ما نفكر به هو لقاء الكويت نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة فمنافسنا يعيش فترة من الاستقرار والبناء وسيقاتل على حضوطه للتأهل إلا أننا سننعب من أجل الفوز للاستمرار في الصدارة والابتعاد عن الحسابات لقاء الحسم والتأكيد لمواصلة الانطلاقة المميزة والشرسة لحامل لقب البطولة ولتحقيق الهدف الأول بالتواجد في مربع الذهب خطوة جديدة من أجل تأكيد العبور رسميا إلى الدور المقبل ومن أجل تحقيق النقاط الكاملة من الدور الأول لأول مرة بتاريخ منتخبنا الوطني في موقعات جذع النخلة أمام المنتخب الكويتي محمد عبد الغفار لتلفزيون البحرين البصرة